حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا قتادة وإسماعيل بن إبراهيم أخبرنا سعيد حدثنا قتادة عن زرارة ابن أوفى عن عمرنا بن حسين قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ رجل خلفه بسبح اسم ربك الأعلى فلما صلى قال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا قال قد عرفت أن بعضكم خالى جنيها حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة قال سمعت زرارة ابن أوفى يحدث عن عمرنا بن حسين فذكر مثله حثنا يحيى بن سعيد عن خالدي بن رباح قال سمعت أبا السوار قال سمعت عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله حدثنا وكيع حدثنا خالد بن رباح قال سمعت أبا السوار قال سمعت عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حسنا وكيع حدثنا إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن أبن بريدة عن عمرنا بن حسين قال كان بي أن نعصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب حنا وكيع حدثنا الأعمش حدثنا هلال بن يساف عن عمرنا بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم يتسمنون يحبون السمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها حسنا وكيع حدثنا أبو الأشهب عن الحسني عن عمرنا بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة قال أبي لم أعلم أحدا أصناده غير واكيع حسنا وكيع وعبد الرحمن عن صفيانا عن جامعي بن شداد عن صفونا بن محريز عن عمرنا بن حسين قال عبد الرحمن جاء نفر من بن تميمين قال وكيع جاءت بن تميمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بن تميمين قالوا يا رسول الله بشرتنا فأعطنا قال عبد الرحمن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء حي من يماء فقال أقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بن تميمين قالوا يا رسول الله قبلنا حسنا عبد الملك بن عمر وعبد الصمد قال ثنا هشام حدثنا قتادته عن زرارتابني أو فعن عمرنا بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم قال عبد الصمد الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم ينشأ قوم ينظرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينشأوا فيهم الثمن حسنا عبد الرحمن أخبرنا همام عن قتادة عن أبي مراية عن عمرنا بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لطاعة في معصية الله تبارك وتعالى حسنا إسماعيل عن الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن مطرف عن عمرنا بن حسين قال قيل يا رسول الله إن فلانا لا يفطر نهار الدهر فقال لا أفطر ولا صامة حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمرنا بن حسين أن رجلا أعتق ستة مملكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا حسنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمرنا بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدرجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل حسنا إسماعيل حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمرنا بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلما في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول فقالا يا رسول الله فخرجا إليه فذكر له صنيعه فجاء فقال أصدق هذا قالوا نعم فصل الركعة التي ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم حدنا محمد بن جعفر قال ثنى شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة ابن أوف قال حجاج في حديثه سمعت زرارة ابن أوف عن عمرنا بن حسين قال قاتل يعلى ابن مونية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما يد صاحبه فانتزع يده من فيها فانتزع ثنيته وقال حجاج ثنيته فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكما أخاه كما يعض الفحل ولادية له حانى محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن قتادة قال سمعت أبا السوار العدوي يحدث أنه سمع عمران بن حسين الخزاعي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحياة لا يأتي إلا بخير فقال بوشير بن كعب مكتوب في الحكمة أنا منه وقارا ومنه سكينة فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك حانى محمد بن جعفر حدثنا شعبة ويزيد أخبرنا شعبة وعن قتادة عن الحسني عن عمران بن حسين قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكيف اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا حانى محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن قتادة قال سمعت أبا مراية العجل قال سمعت عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لطاعة في معصية الله عز وجل حدنا محمد بن جعفر وحجاج قال أنا شعبة وعن حميدي بن هلال قال سمعت مطرفا قال قال لي عمران بن حسين إني أحدثك حديثا عسى الله عز وجل أن ينفعك به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينهى عنه حتى مات ولم ينزل قرآن فيه يحرمه وإنه كان يسلم علي فلما اكتويت أمسك عني فلما تركته عاد إلي حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال أخبرنا شعبة وعن يزيد الرشك قال سمعت مطرفا يحدث عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أو قيل له أيعرف أهل النار من أهل الجنة فقال نعم قال فلما يعمل العاملون قال يعمل كل لما خلق له أو لما يصر له حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج أخبرنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال سمعت زهدم بن مضرب قال حجاج في حديثه قال جاءني زهدم في دار فحدثني قال سمعت عمران بن حسين يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعضهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهروا فيهم أسمن حدثنا حجاج أخبرنا شعبة قال سمعت أبا جمرة يقول جاءني زهدم في دار فحدثني قال سمعت عمران بن حسين يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال إن خيركم قرن فذكر مثله إلا أنه قال ويخونون ولا يؤتمنون حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا يحدث أنه كانت له امرأتان قال فجاء إلى أحدهم قال فجعلت تنزع به عمامته وقالت جئت من عند امرأتك قال جئت من عند عمران بن حسين فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسب أنه قال إن أقل ساكن الجنة النساء حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت رجلا من بني ليث قال أشهد على عمران بن حسين قال شعبة أو قال عمران أشهد على رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحناتم أو قال الحنتم وخاتم الذهب والحرير حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبن أخي مطرفي بن الشخير قال سمعت مطرفا يحدث عن عمران أبن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا يعني شعبان فقال لا قال فقال له إذا أفطرت رمضان فصم يوما أو يومين شك الذي شك فيه قال وأظنه قال يومين حسنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن غيلان ابن جرير وعبد الوهابي عن صاحب له عن غيلان ابن جرير عن مطرفي بن الشخير أنه قال كنت مع عمران ابن حسين بالكوفة فصلى بنا علي بن أبي طالب فجعل يكبر كل ما سجد وكل ما رفع رأسه فلما فرغ قال عمران صلى بنا هذا مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن مطرفي بن عبد الله قال بعث إلي عمران بن حسين في مرضه فأتيته فقال لي إني كنت أحدثك بأحاديث لعل الله تبارك وتعالى ينفعك بها بعدي وعلم أنه كان يسلم علي فإن عشت فكتم علي وإن ميت فحدث إن شئت وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل فيها برأيه ما شاء حدثنا عبد الرزاق أخبران معمر عن قتادة عن مطرف قال قال لي عمران بن حسين فذكر مثله وقال لا تحدث به ما حتى أموت حدثنا محمد بن جعفر وابن نمير قال ثنى سعيد ويزيد أخبران سعيد عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن عمران بن حسين أن رجلا عض رجلا على ذراعه قال ابن نمير فنازع يده منه فسقطت ثنيته فجذبها فانتزعت ثنيته فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال أردت أن تقدم لحم أخيك كما يقدم الفحل حسنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن أن هياج بن عمران أتى عمران بن حسين فقال إن أبي قد نذر لأن قدر على غلامه لا يقطعن منه طابقا أو لا يقطعن يده فقال قل لأبيك يكفر عن يمينه ولا يقطع منه طابقا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة ثم أتى سمرت ابن جند بن فقال له مثل ذلك حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحسين أن رجلا من الأنصار اعتقى رؤوسا ستة عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظا له فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتقى اثنين ورد أربعة في الرقي حدثنا بهز وعفان المعنى قال ثنا همام عن قتادة عن الحسن قال عفان إن الحسن حدثهم عن هيجي بن عمران البرجمي أن غلاما لأبيه أباق فجعل لله تبارك وتعالى عليه إن قدر عليه أن يقطع يده قال فقدر عليه قال فبعثني إلى عمران بن حسين قال فقال أقرع أباك السلام وأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة فليكفر عن يمينه ويتجاوز عن غلامه قال وبعثني إلى صمرة فقال أقرع أباك السلام وأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة فليكفر عن يمينه ويتجاوز عن غلامه حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن عن هياج ذكر معناه حثنا بهز حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا الحسن عن عمران بن حسين أن رجلا أتى الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني مات فماله من ميراثه قال لك السدوس قال فلما أدبر دعاه قال لك آخر فلما أدبر دعاه قال إن السدوس الآخر طعمة حدثنا بهز حدثنا أبان بن يزيد حدثنا قتادة عن أبي مضرة عن أبي سعيد أوي عن عمران بن حسين أنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهان عن لبس الحرير وعن الشرب في الحناتم حدثنا بهز وحدثنا عفان المعنى قال ثنا همام عن قتادة عن مطرف قال قال عمران بن حسين تمت عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيها القرآن قال عفان ونزل فيه القرآن فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنها ولم ينسخها شيء قال رجل برأيه ما شاء حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا قتادة عن مطرف عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وينزل عيسى ابن مريم عليه السلام حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلعت في النار فرأيت أكثر أهليها النساء وطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهليها الفقراء حدثنا عبد الصمد حدثنا سلم بن زرير حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلعت فذكر مثله حدثنا الخفاف أخبرنا سعيد عن أبي رجاء عن أبن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن أبي قزعة عن الحسين عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار حثنا هشيم أخبرنا منصور عن الحسين عن عمران بن حسين أن امرأة من المسلمين أسرها العدو وقد كانوا أصابوا قبل ذلك ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرأت من القوم غفلة قال فركبت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جعلت عليها أن تنحرها قال فقدمت المدينة فأرادت أن تنحر ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعت من ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بئس ما جزيتها قالا ثم قال لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية الله تبارك وتعالى حثنا محمد بن عبد الله بن المثني حدثنا صالح بن رستم أبو عامر الخزاز حدثني كثير بن شنذير عن الحسني عن عمران بن حسين قال ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبا إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة قال وقال ألا وإن من المثلة أن ينظر الرجل أن يخري ما أنفه ألا وإن من المثلة أن ينظر الرجل أن يحج ماشيا فليهدي هديا وليركب حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن حميد عن الحسني عن عمران بن حسين قال ما خطبانا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة حثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوبا عن أبي قلابة عن أبي المهلبي عن عمران بن حسين قال لعنتي امرأة ناقة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ملعونة فخلوا عنها قال فلقد رأيتها تتبع المنازل ما يعرض لها أحد ناقة وارقاء حثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة وغير واحد عن مطرفي بن عبد الله بن الشيخ خير قال صليت أنا وعمران بن حسين بالكوفة خلف علي بن أبي طالب فكبر بنا هذا التكبير حين يركع وحين يسجد فكبره كله فلما إن صرفنا قال لي عمران ما صليت منذ حين أو قال منذ كذا وكذا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الصلاة يعني صلاة علي رضي الله تعالى عنه حثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بزنا وقالت أنا حبلة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأخبرني ففعل فأمر بيها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر برجمها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو وسعتهم وهل وجدت شيئا أفضل من أنجادت بنفسها لله تبارك وتعالى حان عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوبا عن أبن سيرينة عن عمرنا بن حسين قال عض رجل رجلا فانت زيعت ثنيته فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أردت أن تقدم يد أخيك كما يقدم الفحل حان عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي قلبة عن أبي المهلبي عن عمرنا بن حسين قال كانت العطباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج فأسر الرجل وأخذت العطباء معه قال فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة فقال يا محمد تأخذوني وتأخذون سابقة الحاج قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف قال وقد كانت ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيما قال وإني مسلم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح قال ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال يا محمد وإني جائع فأطعمني وإني ضمآن فاسقني قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك ثم فدي بالرجلين وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العطباء لرحله قال ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة فذهبوا بها وكانت العطباء فيه قال وأسروا امرأة من المسلمين قال فكانوا إذا نزلوا أراحوا أبيلهم بأفنيتهم قال فقامت المرأة ذات ليلة بعدما نوموا وفجعلت كلما أتت على بعير رغى حتى أتت على العطباء فأتت على ناقة ذلول مجرسة فركبتها ثم وجهتها قبل المدينة قال ونذرت أن الله عز وجل أنجاه عليها لتنحرنها لتنحرنها فلما قدمت المدينة عرفت الناقة فقيل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنذرها أو أتته فأخبرته قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بئس ما جزتها أو بئس ما جزيتها إن الله تبارك وتعالى أنجاه عليها لتنحرنها قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ما وقال وهيب يعني ابن خالد وكانت ثقيف حلفاء لبان عقيل وزاد حماد بن سلمة فيه وكانت العطباء داجنا لا تمنع من حوض ولا نبت قال عفان مجرسة معودة حثنا هشيم عن يونس عن الحسني عن عمران بن حسين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكيف اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن أبي نظرة أن فتن سأل عمران بن حسين عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فعدل إلى مجلس العوقة فقال إن هذا الفتا سألني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فاحفظ عن ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع وإنه أقام بمكة زمان الفتح ثمانية عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين قال أبي وحدثناه يونس بن محمد بهذا الإسناد وزاد فيه إلا المغربة ثم يقول يا أهل مكة تكونوا فصلوا ركعتين أخريين فإن سفر ثم غزى حنينا وطائف فصل ركعتين 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 ثم رجع إلى جع الرانة فاعتمر من هافذ القعدة ثم غزوت مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه وحججت واعتمرت فصل ركعتين ركعتين ومع عمر رضي الله تعالى عنه فصل ركعتين ركعتين قال يونس إلا المغربة ومع عثمان رضي الله عنه صدر إمارته قال يونس ركعتين إلا المغربة ثم أن عثمان رضي الله عنه صلى بعد ذلك أربعا حفناه شيم أخبرنا منصور عن الحسن عن عمرنا بن حسين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملكين له عند موته وليس له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالا لقد هممت أن لا أصلي عليه قال ثم دعا بالرقيق فجزأهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة حدثناه شيم أخبرنا يونس عن أبي قلابت عن أبي المهلب عن عمرنا بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه فقام فصفنا خلفه فأني لفي الصف الثاني فصل عليه حفنا معتمل عن خالد عن أبي قلابت عن أبي المهلب عن عمرنا بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركعات فسلم فقيل له فقام فصل ركعة فسلم ثم سجد سجد سجدتين وهو جالس حسن إسماعيل حدثنا يزيد يعني الرشكة عن مطرفي ابن الشيخ خيري عن عمرنا بن حسين قال قال رجل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال فيما يعمل العاملون قال أعمل فكل ميسر لما خلق له أو كما قال حسن إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي قلابت عن أبي المهلب عن عمرنا بن حسين قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسامع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة قال عمران فكأني أنظر إليها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد يعني أناقة حسن إسماعيل قال علي بن زيد عن أبي نظرة قال مر عمران بن حسين فجلسنا فقام إليه فتن من القوم فسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم في الغزو والحج والعمرة فجاء فوقف علينا فقال إن هذا سألني عن أمر فأردت أن تسمعوه أو كما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة وحججت معه فلم يصلي إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة وشهدت معه الفتحة فأقام بمكة ثماني عشرة لا يصلي إلا ركعتين ويقول لأهل البلد صل أربعا فإن سفر واعتمرت معه ثلاث عمر فلم يصلي إلا ركعتين وحججت مع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما حجات فلم يصلي إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة دفن عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن عمرنا بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير فعرسوا فناموا عن صلاة الصبح فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس فلما ارتفعت وانبسطت أمر إنسانا فأذن فصلوا الرجعتين فلما حانت الصلاة صلوا حسن إسماعيل أخبرنا الجريري عن أبي العلاء بن الشخيري عن مطرف عن عمرنا بن حسين قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا لا يفطر نهار الدهر قال لا أفطر ولا صامة حسن إسماعيل أخبرنا سعيد عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن عمرنا بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الذهر فلما سلم قال أيكم قرأ بسبح أسمى ربك الأعلى فقال رجل من القوم أنا فقال قد علمت أن بعضكم خالجنيها حسن يحيى بن سعيد حدثنا هشام بن حسن حدثنا حميد بن هلال عن أبي الضهماء عن عمرنا بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالضجال فلينأ منه فإن الرجل يأته وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به لما معه من أشبه حتى يتبعه حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن جامعي بن شداد عن صفونا بن محريز عن عمرنا بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميمين قال قالوا قد بشرتنا فأعطنا قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن قال قلنا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان قال كان الله تبارك وتعالى قبلا كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح ذكرى كل شيء قال وأتانئات فقالا يا عمران إن حلت ناقتك من عقالها قال فخرجت فإذا السراب ينقطع بيني وبينها قال فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي حان إسماعيل أخبرنا يونس قال نبئت أن المسور ابن مخرم تجاء إلى الحسن فقالا إن غلاما لي أبقى فنظرت أن أنا عينته أن أقطع يده فقد جاء آه فهو الآن الجسر قال فقال الحسن لا تقطع يده وحدثه أن رجلا قال لعمران ابن حسين إن عبدا لي أبقى وإني نظرت أن أنا عينته أن أقطع يده قالا فلا تقطع يده فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأم فينا أو قال يقوم فينا فيأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلة حسن إسماعيل عن علي بن زيد عن أبي نظرت عن عمران ابن حسين قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ثم يقول لأهل البلد صلوا أربعا فإن سفر حسن إسماعيل أخبرنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران ابن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم فاد رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل حسن عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقافي عن أيوب عن محمد أن زيادا استعمل الحكم ابن عمران الغفاري على خراسان قال فجعل عمران يتمناه فلقيه بالباب فقال لقد كان يعجبني أن ألقاك هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لطاعة في معصية الله قال الحكم نعم قال فكبر عمران رضي الله تعالى عنه حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن رجل عن مطرفي ابن الشخيري عن عمران ابن حسين قال صليت خلف علي ابن أبي طالب رضي الله عنه صلاة ذكرني صلاة صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين قال فانطلقت فصليت معه فإذا هو يكبر كلما سجد وكلما رفع رأسه من السجود فقلت يا أبا نجيد من أول من تركه قال عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كبر وضعوا فصوته تركه حدثنا محمد بن أبي عادي عن سليمان يعني الله التيمية عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران ابن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لغيره هل صمت سرار هذا الشهر قال لا قال فإذا أفطرت أو أفطر الناس فصم يومين حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوبا عن أبي قلابة عن أبي المهلبي عن عمران ابن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكانت امرأة أسرها العدو وكانوا يريحون إبلهم عشاء فأتت الإبل تريد منها بعيرا تركبه فكلما دنت من بعير رغى فتركته حتى آتت ناقة منها فلم تره فركبت عليها ثم نجت فقدمت المدينة فلما رأها الناس قالوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العطباء قالت إني نذرت أن أنحرها إن الله عز وجل أن جاني عليها قال بئس ما جزيت إهالة نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا نذر في معصية الله عز وجل حثنا سفيان عن أبن جدعنا عن الحسني عن عمران ابن حسين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنازلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن ززلت الساعة سقط على أبي كلمة راحل لتهوقف الناس قال هل تدرون أي يومين ذاك قالوا الله ورسوله أعلم سقطت على أبي كلمة يقول يا آدم ابعث بعث النار قال وما بعث النار قال من كل 1990 إلى النار قال فبقوا قال قاربوا وسددوا ما أنتم في الأمم إلا كالرقمة أني لا أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة أني لا أرجو أن تكونوا ثلثة أهل الجنة حسنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن خيث متأوي عن رجل عن عمران ابن حسين قال مر برجل وهو يقرأ على قومين فلما فرغ سأل فقال عمران إن لله وإن إلي رجعون إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالم به فإنه سيجيء قوم يقرأون القرآن يسألون الناس به حسنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن جامعي ابن شداد عن صفوان ابن محريز المازني عن عمران ابن حسين قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم ناس من بني تميمين فقال أبشر يا بني تميمين قالوا بشرتنا فأعطنا قالا فكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كدا أن يتغير قالا ثم جاء ناس من أهل اليمن فقال لهم اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بني تميمين قالوا قد قبلنا أدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن حسين المعلم قال وقد سمعته من حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران ابن حسين قال كنت رجلا ذا السقامين كثيرة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتي قاعدا قال صلاتك قاعدا على النصف من صلاتك قائما وصلاة الرجل متوجعا على النصف من صلاته قاعدا حان عبد الوهاب أخبرنا محمد بن الزبير عن أبيه عن رجل عن عمران ابن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نذر في غضب وكفارته كفارة اليمين حثنا محبوب بن الحسين بن هلالي بن أبي زينب حدثنا خالد عن زرارتابني أو فلقشيري عن عمران ابن حسين قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهري فلما انصر فقال أيكم قرأ بسبح أسم ربك الأهل قال بعض القوم أنا يا رسول الله قال لقد عرفت أن بعضكم خالجنيها حثنا محبوب بن الحسين حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلبي عن عمران ابن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه وفت النجاشي قال إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه فقام فصل عليه والناس خلفه حثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلبي عن عمران ابن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم قد مات فقام فصلوا عليه يعني النجاشية حثنا إسماعيل أخبرنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران ابن حسين قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا لا يفطر نهارا قال لا أفطر ولا صام حثنا إسماعيل حدثنا أبو هارون الغنوي عن مطرف قال قال لي عمران ابن حسين أي مطرف والله إن كنت لأرى أني لو شئت حدثت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم يومين متتابعين لا أعيد حديثا ثم لقد زادني بطءا عن ذلك وكراغية له أن رجالا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أوي من بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شهدت كما شهدوا وسمعت كما سمعوا يحدثون أحاديث ما هي كما يقولون ولقد علمت أنهم لا يألون عن الخير فأخاف أن يشبه لي كما شبه لهم فكان أحيانا يقول لو حدثتكم أني سمعت من نبي الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا رأيت أني قد صدقت وأحيانا يعزم فيقول سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قال أبو عبد الرحمني حدثني نصر بن علي حدثنا بشر بن المفضل عن أبي هارون الغنوي قال حدثني هانئ الأعور عن مطرف عن عمرانا هو أبن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث فحدثت به أبي رحمه الله فاستحسنه وقال زاد فيه رجلا حسن إسماعيل عن أيوبا عن أبي قلبتا عن أبي المهلب عن عمرانا بن حسين قال كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصيبت معه العضباء فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق فقال يا محمد يا محمد فقال ما شأنك فقال بما أخذتني بما أخذت سابقة الحاج أعظاما لذلك فقال أخذتك بجريرة حلفائك ثقيفة ثم انصرف عنه فقال يا محمد يا محمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فأتاه فقال ما شأنك قال اني مسلم قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ثم انصرف عنه فنداه فنداه يا محمد يا محمد فأتاه فقال ما شأنك فقال اني جائع فأطعمني واضمآن فاسقني قال هذه حاجتك قال ففودي بالرجلين وأسيرت امرأة من الأنصار وأصيب معها العطباء فكانت المرأة في الوثاق فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإيبل فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العطباء فلم ترغوا قال وناقة منوقة فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم فنذرت إن الله تبارك وتعالى أنجاه عليها لتنحرنها فلما قدمت المدينة رأها الناس فقالوا العطباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني إني قد نذرت أن أنجاه الله تبارك وتعالى عليها لتنحرنها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال سبحان الله بئس مجزتها إن الله تبارك وتعالى أنجاه لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا نذرة فيما لا يملك العبد حتى إسماعيل أخبرنا الجريري عن أبي العلاء بن الشخيري عن مطرف قال قال لي عمرانو إني لا أحدثك بالحديث اليوم لينفعك الله عز وجل به بعد اليوم أعلم أن خير عباد الله تبارك وتعالى يوم القيامة الحمدون وعلم أنه لن تزال طائفة من أهل الإسلام يقاتلون على الحق ظاهرين على من نوأهم حتى يقاتلوا الدجال وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لوجهه ارتأ كل إمر بعد ما شاء الله أن يرتأي حسن يحيى بن سعيد عن ألا تيمي عن أبي العلاء قال أراه عن مطرف عن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لغيره هل صمت سرار هذا الشهر قال لا قال فإذا أفطرت أو أفطر الناس فصم يومين حسن يحيى عن الحسن بن ذكوان قال حدثني أبو رجاء قال حدثني عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار قوم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيسمون الجهنميين حان يحيى عن عوف حدثنا أبو رجاء حدثني عمران بن حسين قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أسرعنا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا تلك الوقعة فلا وقعت أحلى عند المسافر منها قال فما أيقظنا إلا حر الشمس وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان كان يسميهم أبو رجاء ونسيهم عوف ثم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الرابع وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ناما لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ لأن لا ندري ما يحدث يحدث أو يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا أجوث جليدا قال فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا الذي أصابهم فقال لا ديرا أو لا يديروا ارتحلوا فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدع بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصل بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم فقال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ما أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد بالصعيد فإنه يكفيك ثم صار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس العطاش فنزل فدع فلانا كان يسميه أبو رجاء ونسيه عوف ودعا عليا رضي الله تعالى عنه فقال اذهب فبغي لنا الماء قال فانطلق فيلقيان امرأة بين مزادتين أو سطحتين من ماء على بعير لها فقال لها أين الماء فقالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوف قال فقالا لها انطلقي إذا قالت إلى أين قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هذا الذي يقال له الصابق قالا هو الذي تعنين فانطلقي إذا فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثاه الحديث فازتنزلوها عن بعيرها ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فأفرغ فيه فيه من أفواه المزادتين أو السطحتين وأوكأ أفواهما فأطلق العزال ونودي في الناس أنسقوا واستقوا فسق من شاء واستق من شاء وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصبته الجنابة إناء من ماء فقال اذهب فأفرغه عليك قال وهي قائمة تنظر ما يفعل بمائها قال ويم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدى فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها فجمع لها من بين عجوة ودقيقة وسوقة حتى جمعوا لها طعاما كثيرا وجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمين والله ما رزقناك من مائك شيئا ولكن لها عز وجل هو سقانا قال فأتت أهلها وقد أحتبست عنهم فقالوا ما حبسك يا فلانة فقالت العجب لقيني رجلان فذهبا بإلى هذا الذي يقال له الصابق ففعل بمائي كذا وكذا للذي قد كان فوالله إنه لا أسحر من بين هذه وهذه قالت بأصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء يعني السماء والأرض أوي إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا قال وكان المسلمون بعد يغيرون على ما حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي فيه فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهلاكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام حثن يحيى بن سعيد عن حسين المعلم حدثنا عبد الله بن بريدة عن عمرنا بن حسين أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال من صل قائما فهو أفضل وصلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاته قائما حثن يحيى بن سعيد عن شعب تحدثنا قتادة وعن زرارة عن عمرنا بن حسين أن رجلا عض يد رجل إن فانتزع يده فنظرت ثنيته أو ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دي تلاك حثن يحيى عن هشامين حدثنا قتادة وعن الحسن عن عمرنا بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في بعض أسفاره وقد طفاوت بين أصحابه السير رفع بهاتين الآيتين صوته يا أيها الناس اتقوا ربكم إن ززلت الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل حتى بلغ آخر الآيتين قالا فلما سمع أصحابه بذلك حثوا المطي وعرفوا أنه عند قول يقوله فلما تأشرب حوله قال أتدرون أي يومين ذاك قال ذاك يوم ينادى آدم فينضيه ربه تبارك وتعالى يا آدم ابعث بعثا إلى النار فيقول يا رب وما بعث النار قال من كل 1999 في النار وواحد في الجنة قال فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكات بضاحكات فلما رأى ذلك قال أعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خلقتين ما كانتا مع شيء قطو إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج ومن هلك من بني آدم وبني إبليس قال فأسري عنهم ثم قال أعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو الرقمة في ذراع الدابة حدثنا روح حدثنا سعيد وهشام بن أبي عبد الله فذكر معناه إلا أنه قال فسري عن القوم وقال إلا كثرتاه حثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلبي أن عمران بن حصين حدثه أن امرأة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من جهينة حبل من الزينة فقالت يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي قال فدعا وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر رضي الله تعالى عنه تصلي عليها وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو وسعتهم وهل وجدت أفضل من أنجادت بنفسها لله عز وجل حسن يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا قتادة عن أبي مراية عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لطاعة في معصية الله تعالى حسن يحيى حدثنا خالد بن رباح قال سمعت أبا السوار قال سمعت عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياة خير كله حسن يحيى بن سعيد عن شعبة تحدثني أبو جمرة تحدثني زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حصين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لا أدري مرتين أو ثلاثة ثم يأتي أو يجيء بعدكم قوم ينذرون فلا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويفشوا فيهم السمن حسن يحيى حدثنا عمران القصير حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تنزل آية تنسخها ولم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات حنى ابن نمير أخبرنا مالك يعني ابن مغول عن حصين عن الشعبي عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرقية إلا من عين أو حمة حسن وكيع حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبي قلابة عن سمرتا بن جنز بن وعمران بن حصين قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة حسن وكيع عن سفيانا عن جامعي بن شداد عن صفونا بن محريز المازني عن عمران بن حصين قال جاء نفر من بن تميمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا قالوا بشرتنا فأعطنا قال فقدم عليه حي من اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بن تميمين حسن وكيع حدثنا جعفر بن حيانا عن الحسن عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة الغني شين في وجهه حانا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف علي ميء كذبات مصبورة متعمدا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار حسن يزيد أخبرنا هشام عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون قال فقام عكاشة فقال يا رسول الله أدعو لها تبارك وتعالى أن يجعلني منهم فقال أنت منهم قال فقام رجل آخر فقال يا رسول الله أدعو لها أن يجعلني منهم قال قد سبقك بها عكاشة حتى يزيد أخبرنا خالد بن رباح أبو الفضل حدثنا أبو السوار العضوي حدثنا عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله فقال رجل من الحي إنه يقال في الحكمة إن منه وقارا لله وإن منه ضعفا فقال له عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن الصحفي حتى يزيد أخبرنا همام يعني ابن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران ابن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني مات فماله من ميراثه قال فقال لك السدوس فلما ولدعاه فقال لك سدوس آخر فلما ولدعاه فقال إن السدوس الآخر طعمة حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي التياح الدباعي عن مطرف عن عمران ابن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل سكان الجنة النساء حتى يزيد أخبرنا شريك بن عبد الله عن منصور عن خيثمة عن الحسن قال كنت أمشي مع عمران ابن حصين أحدنا أخذ بيد صاحبه فمررنا بسائل إن يقرأ القرآن فاحتبسني عمران وقال قفنا سمع القرآن فلما فرغ سأل فقال عمران انطلق بنا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا اقرأوا القرآن وسلوا الله تبارك وتعالم به فإن من بعدكم قوما يقرأون القرآن يسألون الناس به حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عبد الله بن صبيح قال سمعت محمد بن سيرين قال ذكروا عند عمران ابن حصين الميت يعذب ببكاء الحي فقالوا كيف يعذب الميت ببكاء الحي فقال عمران قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا أبو داود حدثنا همام عن قتادة عن عمران ابن عصامين أن شيخا حدثه من أهل البصرة عن عمران ابن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر حثنا أبو كامل وعفان قال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن مطرفي بن عبد الله بن الشخير عن عمران ابن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من نوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجالة حثنا بهز حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن أبي حسان عن عمران ابن حصين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل لا يقوم إلا إلى عظم صلاة حثنا بهز حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران ابن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم قال أبو عبد الرحمني حدثنا هدبة حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران ابن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم حثنا علي حدثنا معاذ بن هشامين حدثني أبي عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمر قال كان نبي صلى الله عليه وسلم قال كان نبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح لا يقوم فيها إلا إلى عظم صلاة حثنا علي حدثنا معاذ حدثني أبي عن عو وهو العقيري عن مطرف عن عمران ابن حصين قال قال كان عامة دعاء نبي الله صلى الله عليه وسلم اللهم أغفر لي ما أخطأت وما تعمدت وما أسررت وما أعلنت وما جاهلت وما تعمدت حثنا أبو عامر حدثنا هشام عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهلبي عن عمران ابن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلة من زنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت حملها فأتني بها ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر رضي الله تعالى عنه تصلي عليها وقد رجمتها فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أنجادت بنفسها لله عز وجل حتى عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي رجاء العطاردي قال جاء عمران ابن حصين إلى امرأته من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس بعين حديث فأغضبته قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظرت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ونظرت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء حتى عبد الرزاق وعفان المعنى وهذا حديث عبد الرزاق قال ثنى جعفر بن سليمان قال حدثني يزيد الرشك عن مطرفي بن عبد الله عن عمران ابن حصين قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم صرية وأمر عليهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فأحدث شيئا في سفره فتعاهد قال عفان فتعاقد أربعة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكروا أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمران وكنا إذا قدمنا من سفر بدأنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمنا عليه قال فدخلوا عليه فقام رجل منهم فقالا يا رسول الله إن عليا فعلا كذا وكذا فأعرض عنه ثم قام الثاني فقالا فقال يا رسول الله إن عليا فعلا كذا وكذا فأعرض عنه ثم قام الرابع فقالا يا رسول الله إن عليا فعلا كذا وكذا قال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرابع وقد تغير وجهه فقال دعوا عليا دعوا عليا إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمئ بعدي حسنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن حميد الطويل عن الحسني عن عمران بن حسين قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب نهبة فليس منا حسنا يحيى بن آدم حدثنا مالك يعني ابن مغول عن حسين عن الشعبي عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرقية إلا من عين أو حمة حنا معاذ بن هشامين حدثني أبي عن قتادة عن أبي مضرة عن عمران بن حسين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلامين لأناس أغنياء فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إن ناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا حميد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين أن رجلا أعتقى ستة أعبد له فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتقى اثنين وأرقى أربعة قال محمد بن سيرين لو لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لجعته رأيي حدثنا مؤمل حدثنا حمد أخبرنا حميد عن الحسن عن عمران بن حسين أنه قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فلم ينهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عنها ولم ينزل من الله عز وجل فيها نهي حدثنا روح حدثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة رجل من قيس حدثنا أبو رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران بن حسين وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنعم الله عز وجل عليه نعمة فإن لها عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه وقال روح ببغداد يحب أن يرى أثر نعمته على عبده حدثنا بهز حدثنا همام قال سئل قتادة عن الشفع والوتر فقال ثنى عمران بن عصامين الضباعي عن شيخ من أهل البصرة عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الصلاة منها شفع ومنها وتر حثنا صفوان بن عيسى أخبرنا عزرة بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن أبن يعمر عن أبي الأسود الدلي قال غدوت على عمران بن حسين يوما من الأيام فقال يا أبا الأسود فذكر الحديث أن رجلا من جهينة أوي من مزينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويجدحون فيه شيء قضي عليهم أو مضى عليهم في قدر قد سبق أوي فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم واتخذت عليهم به الحجة قالا بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم قال فلما يعملون إذن يا رسول الله قال من كان الله عز وجل خلقه لواحدة من المنزلتين يهيئه لعملها وتصديق ذلك ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فوجورها وتقواها حان عارم حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال وحدثني السوم بيت الشيباني عن أبي العلاء قال حدثني رجل من الحي أن عمران بن حصي حدثه أن عبيس أو أبن عبيس في أناس من بني جشمين أتوه فقال له أحدهم ألا تقاتلوا حتى لا تكون فتنة قال لعلي قد قتلت حتى لم تكن فتنة قال ألا أحدثكم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أراه ينفعكم فأنسطوا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغزو بني فلاء مع فلاء قال فصفت الرجال وكانت النساء من وراء الرجال ثم لما رجعوا قال رجل يا نبي الله استغفر لي غفر الله لك قال هل أحدثت قال قال لما هزم القوم وجدت رجلا بين القوم والنساء فقال إني مسلم أو قال أسلمت فقتلته قال تعوذا بذلك حين غشيه الرمح قال هل شققت عن قلبه تنظر إليه فقال لا والله ما فعت فلم يستغفر له أو كما قال وقال في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغزو بني فلاء مع فلاء فانطلق رجل من لحمته معهم فلما رجع إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله استغفر ألا هل غفر الله لك قال وهل أحدثت قال لما هزم القوم أدركت رجلين بين القوم والنساء فقال إن مسلمان أو قال أسلمنا فقتلتهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أقاتل الناس إلا على الإسلام والله لا أستغفر لا كأوي كما قال فمات بعض فدفنته عشيرته فأصبح فأصبح قد نبذته الأرض ثم دفنوه وحرسوه ثانية فنبذته الأرض ثم قالوا لعل أحدا جاء وأنتم نيام فأخرجه فدفنوه ثالثة ثم حرسوه فنبذته الأرض ثالثة فلما رأوا ذلك القوم هو أوي كما قال حسنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن خالد الحذاء عن الحسني عن عمرنا بن حسين قال أعتقى رجل ستة مملكين له عند موته فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتقى اثنين منهم حسنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا صالح بن رستم الخزاز حدثني كثير بن شنذير عن الحسني عن عمرنا بن حسين قال ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبا إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة قال قال ألا وإن من المثلة أن ينظر الرجل أن يخري ما أنفه حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا حميد عن الحسني عن عمرنا بن حسين قال تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهن عنها ولم ينزل فيها نهي حثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا يونس عن أبن سيرين عن عمرنا بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشيا قد مات فقوموا فصلوا عليه قال فصففنا فصلينا عليه كما تصلون على الميت حثنا عفان حدثنا بشرو بن المفضل حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي المهلب عن عمرنا بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشيا قد مات فقوموا فصلوا عليه قال فقمنا فصففنا عليه كما نصف على الميت وصلينا عليه كما نصلي على الميت حثنا عبد الصمد حدثنا حاجب بن عمر حدثنا الحكم بن الأعرجي أن عمران بن حسين قال ما مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا محمد بن عبد الله حدثنا سفيان عن الأعمشي عن خيثمة عن الحسني أن عمران بن حسين قال إنه مر على قاص قرأ ثم سأل فاسترجع وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول من قرأ القرآن فليسأل ألها عز وجل به فإنه سيجيء قوم يقرأون القرآن يسألون الناس به حثنا إسماعيل بن أبان الوراق حدثنا أبو بكر النهشلي عن محمد بن الزبيري عن الحسني عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا نذر في غضب وكفارته كفارة اليمين حثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني حدثنا الحارث بن عمير عن حميد الطويل عن الحسني عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغارة في الإسلام ومن انتهب فليس منا حثنا هاشم عفان قال ثنا مهدي قال عفان حدثنا غيلان عن مطرف عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم ما إما أن يكون قال لعمران أو لرجل وهو يسمع صم تسرر هذا الشهر قال لا قال فإذا أفطرت فصم يومين حثنا محمد بن كثير أخو سليمان بن كثير حدثنا جعفر بن سليمان عن عف عن أبي رجاء العطاردي عن عمران أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلسا فقال عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه ثم جلسا فقال ثلاثون حدثنا هوذة وعن عوف عن أبي رجاء مرسلا وكذلك قال غيره حثنا هاشم بن القاسم حدثنا المبارك عن الحسن أخبرني عمران بن حسين قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة ونهى عن المثلة حثنا هاشم حدثنا المبارك عن الحسن قال ثنى عمران بن حسين قال أتي برجل أعتق ستة مملكة عند موته وليس له مال غيرهم فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة حدثنا سليمان بن حرب وحسن بن موسى قال ثنى حماد بن زيد حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا نهض من الرجعتين كبر فلما انصرفنا أخذ عمران بن الحسين بيدي فقالا لقد صلى بنا هذا مثل صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قالا لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم حثنا عفان وبهزن قال ثنى أبو عوان تحدثنا قتادة قال بهزن عن قتادة عن زرارة ابن أوفا عن عمران بن حسين قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال والله أعلم أذكر الثالثة أم لا ثم ينشأ قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويفشوا فيهم السمن حثنا عفان حدثنا أبان يعني العطار حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت له إني أصبت حدا فأقمه علي وهي حامل فأمر بها أن يحسن إليها حتى تضع فلما وضعت جي أبيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها فقال عمر يا نبي الله تصلي عليها وقد زنت فقالا لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو سعتهم وهل وجدت أفضل من أنجادت بنفسها لله تبارك وتعالى حثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن الزبير حدثني أبي أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حسين عن رجل نذر أن لا يشهد الصلاة في مسجد فقال عمران سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يميء حثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن الزبير حدثني أبي أنه لقي رجلا بمكة فحدثه عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نذر في غضب وكفارته كفارة يميء حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت أن عمران بن حسين حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله قال بوشير بن كعب إن منه ضعفا فغضب عمران فقال لا أراني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله وتقول إن منه ضعفا قال فجفاه وأراد أن لا يحدثه فقيل له إنه كما تحب حدثنا عفان حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن علي بن زيد قال سمعت أبا نظرة قال مرة على مسجدنا عمران بن حسين فقمت إليه فأخذت بي لجمه فسألته عن الصلاة في السفر فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج فكان يصلي ركعتين حتى ذهب وأبو بكر ركعتين حتى ذهب وعمر ركعتين حتى ذهب وعثمان ست سنين أو ثماء ثم أتم الصلاة بمنا أربعا حتنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلبي عن عمران بن حسين قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر ثلاث ركعات ثم سلم فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الخرباق أقصرت الصلاة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو كما قال قال فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم حتنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن قتادة قال سمعت زرارة ابن أو فيحدث عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح أسم ربك الأعلى فلما انصر فقال أيكم قرأ أو أيكم القارئ فقال رجل أنا قال قد ظننت أن بعضكم خالى جنيها حثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن ابن سيرينة عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام حثنا عبد الأعلى حدثنا يونس عن محمد بن سيرينة عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشية قد مات فصلوا عليه حثنا يزيد قال أخبرنا هشام وروح قال ثنا هشام عن الحسن عن عمران بن حسين قال سارينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس فجعل الرجل منا يقوم الدهشا إلى طهوره قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا ثم ارتحنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ ثم أمر بلالا فأذنى ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم أقام فصلينا فقالوا يا رسول الله هل نعيدها في وقتها من الغد قال أينهاكم ربكم تبارك وتعالى عن الربى ويقبله منكم حدثنا معاوية حدثنا زائدة عن هشامين قال زعم الحسن أن عمران بن حسين حدثه قال أسرينة مع النبي صلى الله عليه وسلم الليلة فذكر الحديث حدثنا يزيد أنبأنا هشام عن محمد عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب ولا عذاب لا يكتابون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون حدثنا يزيد أنبأنا هشام بن حسين عن محمد عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يميء كذبات مصبورة فليتبوأ بوجهه مقعده من النار حسنا يزيد أخبرنا هشام بن حسان عن حميدي بن هلال عن أبي ضهماء العضوي عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالضجال فليون آه منه ثلاثا يقولها فإن الرجل يأتيه يتبيعه وهو يحسب أنه صادق بما يبعث به من الشبوهات حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا رجل والرجل كان يسمى في كتاب أبي عبد الرحمن عمرو بن عبيد قال ثنى أبو رجاء العطاردي عن عمران بن حسين قال ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدومين حتى مضى لوجهه صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الرحمن وكان أبي رحمه الله قد ضرب على هذا الحديث في كتابه فسألته فحدثني به وكتب عليه صحة صحة قال أبو عبد الرحمن إنما ضرب أبي على هذا الحديث لأنه لم يرضى الرجل الذي حدث عنه يزيد حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سيرار هذا الشهر شيئا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه حدنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سليمان اللتيمي عن أبي العلاء بن الشخيري عن عمران بن حسين قال سليمان وأشكوا في عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمران هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا قال لا قال فإذا أفطرت فصم يومين مكانه وقال ابن أبي عادي سراري حثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أبو نعامة العدوي عن حميدي بن هلال عن بوشيري بن كعب عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياة خير كله فقال بوشير فقلت إن منه ضعفا وإن منه عجزا فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجي أني بالمعارض لا أحدثك بحديث ما عرفتك فقالوا يا أبا نجيد إنه طيب الهوى وإنه وإنه فلم يزالوا به حتى سكن وحدثه حثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا همام وعفان وعبد الصمد قال ثنا همام عن قتادة قال عفان في حديثه قال حدثني عمران بن عصامين الضباعي وقال يزيد عن قتادة عن عمران بن عصامين الضباعي عن شيخ من أهل البصرة عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل والشفع والوتر فقالا هي الصلاة منها شفع ومنها وتر حثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف أخبرنا حسين عن عبد الله بن بوريدة عن عمران بن حسين أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة القاعد فقال من صل قائما فهو أفضل ومن صل قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صل نائما فله نصف أجر القاعد حثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير قال وأومى الحسن إلى جيب قميصه وقال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ألا وطيب النساء لون لريح له حان عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت أبا السواري يذكر عن عمران بن حسين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحياء خير كله فذكر الحديثة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمشي عن أبي داود عن عمران بن حسين قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له على رجل حق فمن أخره كان له بكل يوم صدقة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لغيره هل صمت من سرر شعبان شيئا قال لا قال فإذا أفطرت فصم يومين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه لم يقل يومين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح وعفان قال ثنا حماد عن أبي التياح قال عفان حدثنا أبو التياح عن حفص الليثي عن عمران بن حسين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمتمي ولبس الحرير والتختمي بالذهب حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة حدثنا أبو التياح قال سمعت رجلا من بني ليث يقول أشهد على عمران بن حسين أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحناتمي وعن خاتم الذهب وعن لبس الحرير حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا الضحاك يعني ابن يسار قال وحدثنا أبو العلاء يزيد بن عبد الله عن مطرف عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء واطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا حسين عن أبن بريدة وعفان حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين المعلم حدثني عبد الله بن بريدة قال حدثني عمران بن حسين قال وكان رجلا مبسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والرجل قاعد فقال من صل قائما فهو أفضل ومن صل قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صل نائما فله نصف أجر القاعد حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حاجب بن عمر أبو خشينة الثقافي حدثنا الحكم بن الأعرجي عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب قال من هم يا رسول الله قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله عز وجل أوي في غضب وكفارته كفارة اليمين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شعبة حدثنا أبو التياح قال سمعت مطرف ابن الشخير عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا حميد عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب ولا شغارة في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا حان عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن مطرف عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين وسعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر شعبان شيئا قال لا قال فإذا أفطرت رمضان فصم يومين قال الجريري صم يوما حان عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا ثابت عن مطرف عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكيف اكتوينا فلم يفلحنا ولم ينجحنا حسن عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى وعفان قال أنبأنا أبو هلال قال عفان أخبرنا قتادة وقال حسن عن قتادة عن أبي حسن الأعرجي عن عمران بن حسين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل لا يقوم إلا لعظم صلاة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا يونس عن الحسن عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس فاستيقظ فأمر فأذن ثم صلى ركعتين ثم انتظر حتى استقلت ثم أمر فقام فصلى حسن حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حراش عن عمران بن حسين أو غيره أن حسين أو حصينا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد العبد المطلبي كان خيرا لقومه منك كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول فقال له ما تأمرني أن أقول قال قل اللهم قني شر نفسي وعزم لي على أرشد أمري قال فانطلق فأسلم الرجل ثم جاء فقال أني أتيتك فقلت لي قل اللهم قني شر نفسي وعزم لي على أرشد أمري فما أقول الآن قال قل اللهم أغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما علمت وما جاهلت حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن الحسني عن عمرنا بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أكل الطعام ومشافي الأسواق يعني الدجالة حدثنا محمد بن إدريس يعني الشافعية أخبرنا سفيان عن علي بن زيدي بن جدعان عن الحسني عن عمرنا بن حسين أن عمر بن الخطاب قال أنشود له رجلا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجد شيئا فقام رجل فقال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الثلثة قال مع من قال لا أدري قال لادريط حدثنا حسن بن موسى وسليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت صلاة خلف علي بن أبي طالبا أنا وعمران بن حصين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا نهض من الرجعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران فقالا لقد ذكرني هذا قبل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالا لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم حثنا سريج بن النعمان حدثناه شيم أخبرنا منصور وحميد ويونس عن الحسن عن عمران بن حصين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلة حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة ليس فيه عن الحسن البصري قال مر عمران بن حصين برجل يقص فقال عمران إن لله وإن إليه رجعون سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا اقرأوا القرآن وسلوا أله تبارك وتعالم به من قبل أن يجيء قوم يسألون الناس به حثنا مؤمل حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن الحسني عن عمران بن حصين قال نزل القرآن وسنى رسول الله صلى الله عليه وسلم السننة ثم قال اتبعونا فوالله إن لم تفعلوا تضلوا حان إسحاق بن عيسى حدثنا حماد يعني ابن زيد عن إسحاق بن سويد عن أبي قتادة العدوي قال دخلنا على عمران بن حصين فرات من بني عدي فينا بشير بن كعب فحدثنا عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله أوي إن الحياء خير كله فقال بشير بن كعب إن لنجد في بعض الكتب أو قال الحكمة أن منه سكينة ووقار لله عز وجل ومنه ضعفا فأعاد عمران الحديث وأعاد بشير مقالته حتى ذكر ذاك مرتين أو ثلاثا فغضب عمران حتى إحمرت عيناه وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه لحديث الكتب قال فقلنا يا أبا نجيد إنه لا بأس به وإنه منا فما زلنا حتى سكن حدثنا خلف بن الوليد حدثنا المبارك عن الحسن قال أخبرني عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة أراه قال من صفر فقال ويحك ما هذه قال من الواهينة قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك فإنك لوم الطوهي عليك ما أفلحت أبدا حنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن سعيدي بن المسيبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيوب وهشمين وحبيب عن محمد بن سيرينة عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم وحميد ويونس وقتادة وسمكي بن حرب عن الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعتق ستة مملكين له عند موته ليس له مال غيرهم فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فرد أربعة في الرقي وأعتق اثنين حدثنا عبد الصمد حدثنا محمد بن أبي المليح الهوذلي يحدثني رجل من الحي أن يعلي بن سهيل مر بعمران بن حسين فقال له يا يعلي ألم أنبأ أنك بعت دارك بمئة ألف قال بل قد بعتها بمئة ألف قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عقدة مال صلى الله عز وجل عليها طالفا يطلفها حثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا حميد عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انتهب نهبة فليس منا حثنا عبد الصمد وعفان قال ثنا حماد حدثنا أبو التياح قال عفان أخبرنا أبو التياح عن مطرف عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا وقال عفان فلم يفلحنا ولم ينجحنا حثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى أن أبا قلب تحدثه أن أبا المهلب حدثه أن عمران بن حسين حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشية أفيا فصلوا عليه قال فصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصل عليه وما نحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه حثنا عبد الصمد حدثنا مهدي حدثنا غيلان عن مطرف عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أو سأل رجلا وهو شهد هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا قال لا قال فإذا أفطرت فصم يومين حثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجم حثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت حميد بن هلال يحدث عن أبي قتادة عن عمران بن حسين قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله حثنا يحيى بن حمد حدثنا أبو عوانة عن سمكي بن حرب عن الحسن البصري عن عمران بن حسين أن رجلا أعتقى عند موته ستة رجلة له فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع قال أوفعل ذلك قال لو علمنا أن شاء الله ما صلينا عليه قال فأقرع بينهم فأعتقى منهم اثنين ورد أربعة في الرقي حدثنا عثمان بن عمرى أخبرنا مالك وأبو نعيمين حدثنا مالك يعني ابن مغول عن حسين عن الشعبي عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمة